والأسعار سترتفع ويستكون هناك قدرا أقل من الأمان ونحن نعمل بجد وداب كبلاد على مدى السنوات الماضية لتحقيق الأمن الاقتصادي ولا أريد لأي شخص أن يذهب إلى صنديق الاقتراع وهو لا يعرف المخاطر المنطوية على خروج بريطانيا من هذه المنظمات حدثون عن المخاطر الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ولا أريد أن أعتذر عن تكرار هذه الأمور بررم تكرارا لكن كما ذكرت هناك كثير من المؤسسات الدولية التي لها صوت عال بشأن القضايا الاقتصادية وأريد لكل الطرفين بأن يركز على المزايا المرتبطة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي والمثالب المرتبطة بالخروج من الاتحاد هل تنتظر الميكروفون سؤالي هل يحترم المقترعون والناخبون الاتحاد الأوروبي كما ينبغي أعتقد أن هناك كثير من الذين سيدلون بأصوات في الاستفتاء قد سائموا وملوا من الأنظمة المعقدة ولذلك من المهم بأن نقنع المستفتين بأننا سنقوم بشيء حيال المحاسبية على مستوى الاتحاد الأوروبي فهل لديك تعليقنا على ذلك؟ نعم من المهم جدا في هذا الحوار نعم هناك الكثير من الأحباط الذي ينتابون إزال الاتحاد الأوروبي لكن الموضوع الذي سيطرح للاستفتاء هو لا يتعلق بالإحباط من الاتحاد الأوروبي بل ما يمكن أن نقوم به لتغيير ذلك والسؤال المطروح هو هل نبقى ونصلح الأمور أم نترك الأمور على حالها ونخرج أما مسألة التعاطي مع الإحباط والإستياء هذا ما أركز عليه في حواراتي ومناظراتي نعم هناك الكثير من الإستياء والجوانب البرقراطية ونحن نسعى إلى التقليل من البيرقراطية أنا أيضا مستاء ومحبط بأن أوروبا أصبحت نادل لعملة موحدة وقاد الأوروبيون يقولون أن اليورو هي عملة الاتحاد الأوروبي نعم هي عملة لبعض الدول الأعضاء ولكنها ليست للجميع وهذا أمر مهم جدا أثناء مفاوضاتنا لا نريد أن يكون هناك تمييز ضد الدول التي لا تتخذ من اليورو عملة لها لذلك أنا هنا أقف في وسط لندن عاصمة المال الأوروبي ما الذي نقوم به في هذا المركز المالي نحن نطرح دولارات أكثر وجنيهات أكثر ويروهات أكثر في الاقتصاد الأوروبي نعم إذا ما خرجنا من الاتحاد الأوروبي فسيكون هناك تمييز ضدنا ضد البريطانيا والعملة البريطانية والشركات البريطانية نعم وهذا لا يمكن أن نتحقق إلا إذا خرجنا من الاتحاد الأوروبي أنا أقدر الإحباط الذي ارتبط بإعادة المفاوضات كما ذكرت نحن نسعي إلى تقليل الاعتماد على عملة واحدة وكذلك على الأنظمة والتعليمات لكن حقيقة الأمر هي وهذا ينبغي أن لا يجعلنا نشعر بالإحراج نحن نختلف عن كل الدولة الأوروبية لم يتم غزونا لأكثر من ألف عام ولدينا مؤسساتنا القائمة ونحن فخورنا بتاريخنا من الديمقراطية والسلام والحرية ولكن نحن لا نستطيع أن نبقى مستقلين عن الاتحاد الروبي أنا أقول أن إنجلترا وبريطانيا مختلفة نعم أنا أقول لنبقي على عضويتنا المتميزة ونحافظ على عملتنا ونكون خارج منظومة السوق الأوروبية المشتركة وبعيدون عن الاتحاد الأكثر تقاربا وهذا يحظى بشعبية لدى البريطانيين نحن نريد أن نبقى في هذه المنظومة ولكن ليس على نفس الشروط نعم قد تكون الأمور جيدة بالنسبة للدول الأخرى لكن علينا أن لا نجد أنفسنا في هذا النقاش العقيم وأنا حريص على أن أناقش كثيرا من الأمور متعلقة بهذه المنظومة بهذا الاتحاد وأنا أقول أن هذا الاتحاد ليس مثاليا وبالتالي نحن ندعو الناخبين ليذهبوا إلى صندوق الاقتراع ويشاركوا في الاستفتاء بناء على شروطنا وهذا ما يجعلنا مختلفين عن دول أخرى مرأس الأي تي في سيد رئيس الوزراء أشرت إلى اتفاقية تركيا ورئيس الاستخبارات الخارجية قال أن هذا الاتفاق سيسهل الأمور على الإرهابيين سهل عليهم الوصول إلى الأراضي الأوروبية لا هذا الاتفاق نحن نعرف أنه كان هناك عشرات بل مئات الآلاف من الأشخاص الذين يغادرون تراب التركي يدفعون الأموال للمهربين ويقطعون البحر ويصلون إلى الدول الأوروبية وهؤلاء ينبغي أن لا يعطى لهم حق اللجوء السياسي أو التوطين في أوروبا وأنا ذكرت كثيرا لزملائي نحن سنحافظ على حدودنا وإذا ما دخلوا إلى بلادكم فلن يستطيعوا الأصول إلى بريطانيا وأنتم من ستتعاطون وتتصدون لهذه المشكلة لذلك ينبغي أن يكون لديكم سياسة تعيد من يصل إلى التراب الأوروبي إلى تركيا حتى لا نقع ضحية للمهربين نعم عندما يعودون إلى تركيا يتم النظر في طلبات لجوههم السياسي وما حدث منذ إبرام ذلك الاتفاق هو أنه أنه في بداية العام مئة مئة الألاف من الأشخاص وصلوا من تركيا إلى أوروبا ووعيد وبدأت عملية إعادة بعضهم وهناك سفن سفن تابعة لحلف شمال أطلسي تقوم بمراقبة الحدود التركية لكن نحن في بريطانيا لا نستقبل هؤلاء اللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا بل سياساتنا بأن يتم استقبال لاجئون من مخيمات اللجوء أنا مضى علي ست سنوات كرئيسا الوزراء وجون سوييرز كان رئيسا للاستخبارات الخارجية وشهدنا مخاطر كثيرة جدا هددت أمننا القومي والاستخبارات الخارجية والداخلية نجحت في إحباط كثير من العمليات والمؤامرات وأنا أحترم ما يقومون به وسعيم للحفاظ على أمن بلادنا وما قاله رئيس الاستخبارات البريطانية هو كرر وقال أن بريطانيا ستكون في مأمن من الهجمات الإرهابية إذا ما بقينا عضوا في الاتحاد الأوروبي فنحن عندما نعمل مع دول الأخرى فسنحقق قدرا أكبر من الأمان وخصوصا عندما نقوم بمشاركة المعلومات عن الإرهابيين وعن اللاجئين وكذلك حتى عن المهربين وهذا لن يحقق لنا أمانا كاملا بالتأكيد نحن لدينا قوات الشرطة وكذلك قوات مكافحة الإرهاب وكل الجهة الأمنية نعم تعمل على الحفاظ على أمننا ولكن هذا لا يكفي وأنا أقول أن رؤساء الاستخبارات الخارجية والداخلية أسابقين ليست لديهم الخبر والدراية كحالي زملائهم الحاليين في هذا المجال سؤالي إذا ما بقيتم في الاتحاد الأوروبي فما الذي ستقدمونه للاتحاد الأوروبي واذا ماذا يهتم مواطني دول أوروبية سواء بقيتم أم خرجتم ما الذي سنقدمه ونوفره نعم هنا الكثير نحن الاقتصاد الخامس الأكبر والقوى العسكرية الأكبر على مستوى أوروبا ولدينا منظومة دبلوماسية واسعة الانتشار وذلك من الجيد أن يستفيد الاتحاد الأوروبي من خبراتنا نحن دولة مهمة لها وزنها على الصعيد الدولي لكن أيضا نحن يمكن أن نقدم في مجالات تنمية وتطوير الاتحاد الأوروبي في مجالين تحديدا ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يعمل على توقيع اتفاقيات تجارية مع دولين خارجية لتعزيز القوة التجارية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي وإذا ما بقيت بريطانيا عضوا في الاتحاد فسنعمل على هذا الجانب والأمر الآخر هو ما تحدثت عنه قبل قليل بريطانيا بريطانيا تمتلك الخبرة والدراية الأكبر في مجال مكافحة الإرهاب وكذلك فهم الشبكات الإسلام المتطرف وعلى ضئ ما قمنا به في أفغانستان وباكستان والصومال والآن في منطقة الشرق الأوسط لذلك هذان الجانبان يمكن أن يستفيد منهم الاتحاد الأوروبي ودوله توقيع مزيد من اتفاقيات تجارية وكذلك مكافحة الإرهاب نعم لكن أنا أتفاهم أن بعض الدول الأوروبية تشعر بالاستياء إزاءنا وبالإحباط لكن نحن نعرف ما نريده من الاتحاد الأوروبي وأنا كما ذكرت عضويتنا في الاتحاد الأوروبي تختلف عن العضويات الأخرى لا نريد عملة موحدة وسوقا اقتصاديا موحدة ولا اتحادا أكثر تقاربا أنا أقول أننا مع أوروبا وينبغي أن نبقى في هذه المنظمة بعد إصلاحها وهذا نعم نحن يمكن أن نتوقع الكثير من الاقتصاد الأكبر الخامس الأكبر على مستوى العالم ونحن نفخر بما لدينا لكن أنا أعتقد وما توصلت إليه من خلال سفري وترحالي عبر القارات وأن معظم أدول أوروبية يريدون لبريطانيا لأن تبقى نعم نحن يمكن أن نقدم أمر مهمة لهذا الاتحاد وهذا ما دعونا إليه وخصوصا فيما يتعلق بإشراك الدول التي خرجت من منظمة الاشتراكية السوفيتية وأنا أعتقد أنه إذا ما تم التصويت بالبقاء فإن أوروبا سترحب بنا بتأكيد ناجل فراج قال في صحيفة أن هناك قصر نظر من قبلكم وأنه لو فستم بنسبة 52 إلى 48 فإن هذا غير كاف في نظر الناس فهل أنتم مستعدون للهزيمة لا نريد أن نتحدث عن استفتاء ثاني ونحن لم ننظم الاستفتاء الأول نحن حريصون على تعزيز الحديث عن الجانب الاقتصادي هناك البعض من يقول أنه يجب أن يكون حالنا كالنروج وغيرها لكن كما ذكرت نحن بحاجة إلى التفكير وبشكل ملي بشأن الاقتصاد الأوروبي وفرص العمل وتحقيق الرخاء هناك من قال أن غياب الأمن وعدم الاستقرار لن يكون في صالحنا هذا لنكون جيداً بالنسبة للقطاعات التجارية والشركات والأسر ولذلك هذا أعتقد أنه يرتبط بالجانب الاقتصادي رغم وجود الإحباط والاستياء من الاتحاد الأوروبي لكن هل نحن أفضل وأقوى وأكثر ثراء وأكثر فرصاً اقتصادية إذا ما بقين في الاتحاد الأوروبي نعم الأمر سيكون كذلك وأن من يدعو إلى الخروج هم الطرف الخاسر الاستفتاء هو الاستفتاء إذا كان سينظم مرة في العمر أو مرة كل جيل نحن معنيين بالنتيجة إذا ما صوتنا لصالح البقاء فسنبقى وإذا ما صوتنا لصالح الخروج سنخرج لن يكون الاستفتاءات بل استفتاء واحد فقط سير للسون أنا أشعر بأنني أوروبية ولندنية وبريطانية وتأثرت بما ذكر البروفيسور شوك عندما تحدث من صميم قلبه عن الرهانات المرتبطة بالبقاء أنا شخص عملي ودائما أركز على الجوانب العملية أتحدث عن الأمن والأمان والقوة والثراء لكن هناك نعم جانب يتعلق بالعاطفة والمشاعر أنا لا أتحدث عن مثل أوروبية هنا لكن لدي مشاعر وعواطف إزاء بلدي بريطانيا نريد لبريطانيا أن تكون قوية وذات نفوذ وأكثر رخاء ونحن ونحن نحن لم نفقد دورنا عندما نضممنا إلى حلف شمال الأطلسي أو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي لكن لدي إحساس بالمثالية فرغم اختلافاتنا مع أوروبا في الماضي وجدنا طريقا وسبيلا لحل خلافاتنا على مستوى القارة والتي شهدت اضطرابات وقلاقل ومشاكل عبر تاريخها الممتد وعندما نجلس إلى 27 دولة أخرى وممثلين عن 27 دولة أخرى نحن نتحدث عن المشاكل والقضايا التي تهم القارة وأنا لم أقل أنه إذا ما خرج من التحاد الأوروبي فسنتزلع حربا عالمية ثالثة هذا ليس صحيح أنا أقول أنه عندما يكون هناك قارة شهدت وصراعات وعندما نجد سبيلا للتعاون فعلينا أن نفكر بشكل دقيق قبل أن نتخلى عن هذه المزايا نعم نحن نعرف أن اعتداء روسيا على أوكرانيا أدى إلى تفاقم الصراعات وغيرها لذلك هنا نحن بحاجة إلى أن نقف إلى جانب حلفائنا وأصدقائنا وشركائنا بدلا من أن نؤدي إلى التشردم القارة أعتقد أن هذه نظرة مثالية لكن أنا لدي مشاعر عميقة إذا هذا الأمر وأقول دائما أنه ما هو في مصلحة بريطانيا هو ما ينبغي أن نأخذه بالاعتبار ولا أقول أننا دورنا سيتقلص وسنتلاشى إذا ما خرجنا بالاتحاد الربي والسؤال الذي يمكن أن نطحه بطريقة مختلفة من الذي سيفرح بخروجنا من الاتحاد الأوروبي بوتن مثلا أو غيرهم من قادة الشر أنا أقول أن الخيار خياركم كل دول العالم الولايات المتحدة أستراليا نيوزيلندا كلهم يقولون أن الأمر بيدكم ومتروك لكم أنتم من تقررون مصيركم لكن أنا أقول أن هذا قرار صعب قرار صعب ويتطلب من أن نفكر برخاء بلادنا ومواطنين وطبعا أصدقاؤنا دائما هم من كانوا يقدموننا النصحة في هذا المجال ويدعوننا إلى البقاء شكرا لكم